موسيقى 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 يسعد صباحكم أهلا بكم إلى مشوار جديد من فلسطين هذا الصباح اليوم الاثنين الأول من نيسان 2019 وهذا مشوار جديد من فلسطين هذا الصباح برفقة ألاء صباح الخير ألاء صباح الخير إليك محمد وصباح الخير دائما لمشاهدين عبر شاشة تلفزيون فلسطين في الوطن والعالم صباح جديد ومواضيع جديدة ومنوعة نطالع معكم أبرز العنوين موسيقى موسيقى في أولى فقراتنا نتحدث أيضا عن كلمة السيد الرئيس خلال كلمته أمام القمة العربية حيث أكد على أنه لا تخلي عن الأسرى وذوي الشهداء والجرحى موسيقى ومن غزة نتعرف على مبادرة في الصوت موسيقى وفي الأول من نيسان في هذا اليوم نتحدث عن الكذب في زمن التكنولوجيا موسيقى واقع التعليم في القدس في ظل الاحتلال نتحدث عن التحديات ومواجهة الاحتلال موسيقى وفي مشوارنا الصباحي لهذا اليوم جولة حول العالم تصحبنا بها نادين جواريش موسيقى وأيضا في آخر محطاتنا نطالع فعاليات اجتماع الطاولة الوزرية المستديرة موسيقى موسيقى بداية هذا المشوار الصباحي نتحدث به عن القمة العربية 30 المنعقدة في تونس حيث كلمة السيد الرئيس في القمة العربية طبعا بالأمس انتهت أعمال القمة العربية فلسطين كانت هي الموحد لكلمة العرب ومواقف الدول العربية وهي التي تمحورت حولها كل القرارات وتركزت حولها أيضا خطابات وكلمات الزعماء العرب وأيضا نبدأ من حيث كلمة السيد الرئيس الهامة في طبعا أمام أعمال القمة العربية التي أكد فيها طبعا عن عدم التخلي عن حقوق الأسرة ذوي الشهداء ذوي الأسرة وذوي الجرحة صحيح وأكد أيضا سيد الرئيس محمود عباس أنه لم يعد باستطاعتنا تحمل الوضع القائم وسنضطر لاتخاذ خطوات مصرية بعد أن دمرت إسرائيل كل الاتفاقيات وتنصرت من جميع الالتزامات منذ اتفاق أسلو أكيد لكم أنه لم يعد باستطاعتنا تحمل هذا الوضع أو التعايش معه حفاظا على مصالح وأحلام شعبنا في الحرية والاستقلال ولذلك سنكون مضطرين عاجلا غير آجل إلى اتخاذ خطوات وقرارات مصيرية وكلنا ثقة أنكم ستكونون كما كنتم دائما معنا في نضالنا وسندا حقيقيا لشعبنا وقضيتنا هذا وحذر سيادته من محاولة إسرائيل دفع بعض دول العالم لنقل سفاراتها إلى القدس ما يستدعي من الجميع إعلام تلك الدول بأنها تخالف القانون الدولي الشرعي والشرعية الدولية وأنها تعرض مصالحها السياسية والاقتصادية مع الدول العربية للضرر والخطر إن قامت بذلك ندعوكم مجددا إخواني القادة للحذر من محاولات إسرائيل دفع بعض دول العالم لنقل سفاراتها للقدس إن هذا الأمر يستدعي من دولنا مجتمع ومنفرد ودون تهاون أن تقف في وجهها وإعلام تلك الدول التي تسير في هذا الاتجاه بأنها تخالف القانون الدولي والشرعية الدولية وأنها تعرض مصالحها وعلاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدول العربية للضرر والخطر وجدد سيادته أيضا على التأكيد على أن القدس ليست للبيع ولا معنى لأن تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها إن هدف إسرائيل من احتجاز أموالنا ومن قبلها قيام الإدارة الأمريكية نعود للقيادة الإدارة الأمريكية بوقف جميع مساعداتها البالغة 844 مليون دولار سنويا هو للضغط علينا وإجبارنا على الاستسلام والتخلي عن حقنا المشروع في القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة لكن القدس ليست للبيع ولا معنى لأن تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية عاصمة لها هذا ودع السيد الرئيس إلى تفعيل قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالي والوفاء بالالتزامات المالية لدعم موازنة دولة فلسطين ما يمكن شعبنا من الصمود والثبات ندعوكم أيها الأخوة القادة للعمل على تفعيل قرارات القمم السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالية سبق أن مررنا بهكذا أزمة وطلبنا بتوفير شبكة أمان والوفاء بالالتزامات المالية لدعم موازنة دولة فلسطين مقدرين عاليا الدول التي أوفت بالالتزاماتها وشدد سيادته على المضي قدما لتحقيق الوحدة الوطنية رغم كل ما تقوم به حماس لإفشال ذلك مؤكدا أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة وقد بدلنا كل جهد ممكن لإتمام الجهود العربية والدولية بالرغم من مواقف حماس التي تعطل المسالحة مثمنين عاليا موقف وجهود الأشقاء في جبهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقول لأهلنا في قطاع غزة إننا لن نتخلى عنكم ولن نقبل بدولة في غزة ولا بدولة دون غزة وانتظروا سيأتي هذا من أمريكا خلال شهر أو شهرين حديث عن دولة في غزة من الإدارة الأمريكية إذن البيان الختمي للقمة العربية أكد على المكان المركزي للقضية الفلسطينية في عملنا العربي المشترك وفي كل تحركاتنا في المحافلة الإقليمية والدولية كما أكد أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يرتكز بالأساس على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية ولمجمل الصراع العربي الإسرائيلي نعم إذن مشاهدين أكيد متواصل معكم بمحطات مختلفة في هذا الصباح إذن بعد الفاصل نتقي ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يسعد صباحكم من جديد إذن اليوم الأول من نيسان 2019 تتأثر البلاد أو يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما وباردا إلى شديد البرورة البرود عفوان وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرد أحيانا كما تضع فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل أما الرياح فتكون جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر يكون مائجا أما هذه الليلة فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة وتسقط بإذن الله أنطار متفرقة فوق بعض المناطق أما الرياح فتكون جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج خلينا نتابع مع بعض درجات الحرارة المتوقعة في محافظات الوطن ونبدأها من المحافظات الشمالية من العاصمة القدس درجة الحرارة بتوصل إلى 12 في رامال 11 في نابلس بترتفع إلى 13 درجة مئوية في طباس 15 كذلك في جنين أما في طول كرم فترتفع درجة واحدة في قلقيليا تتشارك مع طول كرم بنفس درجة الحرارة وفي سلفيت تنخفض إلى 12 أما في أريحة درجة الحرارة بتوصل إلى 23 وفي بيت لحم 12 أما في الخليل بتوصل إلى 11 درجة مئوية ومن المحافظات الشمالية ننتقل إلى المحافظات الجنوبية والبداية في غزة في غزة درجة الحرارة بتوصل إلى 17 دير البلح 16 وفي خانيوني 17 أما أخيرا في رفع 15 درجة مئوية ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة في أبرز العواصم العربية والعالمية نتمنى لكم نهارا جميلا ومن حالة الطقس ننتقل لجولة مع الصحف المحلية وإلى ألاء شكرا محمد أهلا بكم من جديد مشاهدنا إلى جولة في أبرز عنوين الصحف المحلية الصادرة هذا صباح الحياة الجديدة والأيام والقدس أهلا بكم من جديد مشاهدين احتلت القمة العربية في تونس عنوين الصحف المحلية هذا الصباح نبدأ من الحياة الجديدة التي كتبت الرئيس لم يعد باستطاعتنا تحمل الوضع القائم وسنضطر لاتخاذ خطوات مصيرية نبقى في الصفحة الأولى للحياة الجديدة التي كتبت قمة تونس تؤكد رفض أي صفقة أو مبادرة لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام وأيضا من الحياة الجديدة وعلى الصفحة الأولى خبر بعنوان نشتية خطاب الرئيس حدد أولويات العمل العربي لحماية الحقوق الفلسطينية وعلى رأس صفحة الأولى في الحياة الجديدة أيضا نادي الأسير يطالب بتدخل أمني للكشف عن مصير أسرى قسم ثلاثة في النقب وننتقل إلى الأيام ونبدأ بهذا الخبر أيضا عن قمة تونس القادة العرب يجمعون على مركزية القضية الفلسطينية وخبر آخر بعنوان الرئيس يجتمع مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي ونائب رئيس مجلس الوزراء البحريني نبقى في الأيام التي كتبت أيضا على صفحتها الأولى الانتخابات البلدية التركية حزب أردوغان يتقدم في مدن والمعارضة تعلن فوزها وننتقل إلى القدس التي كتبت أيضا على صفحتها الأولى حول قمة تونس القادة العرب يؤكدون رفضهم للقرار الأمريكي بشأن القدس والجولان وأي تجزئة للأرض الفلسطينية أيضا كتبت القدس على صفحتها الأولى ألفي وحدة استيطانية ستغير طوبغرافية شمال القدس وخمسة ألاف أخرى يجري بحثها وفي الصفحة الأولى أيضا للقدس الوفد المصري يغادر غزة لإحضار جداول تنفيذية من الاحتلال حول التفاهمات والتسهيلات للقطاع وخبر أخير من القدس أيضا الرئيس البرازيلي يعلن فتح مكتب دبلوماسي للشؤون الاقتصادية في القدس بهذا الخبر مشاهديا نختم معكم جولتنا في الصحف المحلية الصادرة هذا الصباح وعودة لمحمد استكمالي محطاتنا شكرا ألا إذن مشاهدين العزاء مشوارنا الصباحي منكمل معنا وأكيد بعد فاصل قصير رح نكون في جولة مع الصحف الإسرائيلية مع الزميل فايز عباس ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا والآن إلى جولة في أبرز العنوين والأخبار في الصحف الإسرائيلية صادرة هذا الصباح مع المختص في الشأن الإسرائيلي فايز عباس يسعد صباحك يسعد صباحك يسعد صباح المشاهدين طبعا أنا سمعت جزئية من كلمة الرئيس اللي بثت قبل قليل وقال خلال شهر أو شهرين في كنيا أنه عن غزة دولة صفقة القرن حاجل شهر شهرين في الأنوان الرئيسي في صحيفة هارت اليوم عن هذا النوضوع نعم سنات عليه في صحيفة هارت الصحف الإسرائيلية اليوم طبعا هي قضية الانتخابات والخلافات والغواصات صفقة الغواصات لكن نبدأ في صحيفة ديوات أحرانوت هناك تقرير موسع ومشترك بين صحيفة ديوات أحرانوت وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول الكشف عن شبكة أكاذيب هي ما يقف رأيها الليكود وهذه تعمل بشكل سري وذكي للغاية على حسابات مزيفة على التويتر من أجل نشر رسائل المؤيدة لحزب الليكود وتهاجم كل من يعارض نتنياو طبعا هذا مشروع كبير وسمي فاضح الكبار يكشف عن الأسلوب شبكة من المغردين اليهود تعمل في عدة أماكن في العالم وهي طبعا مزورة ويتصلون مع بعض وينسقون ماذا يكتبون وطبعا هذا يلقى صدى عند طبعا إير نتنياو ومكتب الإعلام في رئاسة الحكومة وطبعا أنه يبثوا ذلك واثنين ونص مليون شخص كانوا يعني شافوا أو شاهدوا ما يكتب على هذه الشبكة الليكود يدعي أنه لا علم له بالموضوع وأن ما يقوم به الليكود هو عمل قانوني وما زالت التسريبات مستمرة من بيني جانتس على ما يبدو أن الأشخاص المقربين جدا منه يعني يسربون تسجيلات له هذه المرة تسجيل يقول لا أستبعد الجلوس مع نتنياو في اتلاف على الرغم من أنه يهاجم نتنياو ويقول لن يجلس معه وهو طبعا هو هاجم الشخصيات اللي معاه اللي هنه قابي أشكنازي يالون ولبيد وقفوا أنه لا يتقبهم طبعا هناك تحقيقات حول من تسرب الشريط الأول لجانتس لكن الآن طبعا إذا تسرب الشريط آخر على ما يبدو أن المشكلة مع جانتس نفسه ومع المقربين منه جانتس توجه للشباك بشكوى رسمية يطالب التحقيق مع الموساد تخير الشباك والحقق مع الموساد حول من يقف وراء التسريب اختراق إيران اختراق إيران لهاتفه الشخصي رئيس حزب العمل يعني بعد هذه التصريحات يقول من يريد الاتلاف مع نتنياو وطبعا وكعلون يريد هذا الاتلاف عفوا جانتس يريد هذا الاتلاف ومن يصوت لغانتس هو عمليا يصوت لنتنياو رئيسا للحكومة رئيس البرازيل يزور إسرائيل وعند استقباله بحرارة من قبل نتنياو في المطار قال له توجه له يأير نتنياو وليس بن يمين نتنياو يعني طائسم ابنه ويعلن عن افتتاح فرع كما تقول يدعو تحرناط للسفارة البرازيلية في القدس نحن برنيع المحلل السياسي يكتب اليوم وانتبهوا جيدا ماذا يكتب نتنياو ونتنياو فقط يستطيع إدارة مفاوضات مع ما سماه مفاوضات بناءة مع منظمة إرهابية وعدة بالقضاء عليها أو إبادتها فهذا هو يعني بيحكي عن حماس طبعا والكاريكاتير اليوم في صحيفة داوت أحرناط قبل ذلك يعني هناك ارتفاع سعر البنزين من ليلة أمس 23 أغورا الكاريكاتير وأنا في عيد الفصح بيجي بسموه الياهو النبي الياهو عندن هذا بيسأله الياهو النبي شو بتعملي بتايلندا قل له أنا هذه السنة قررت أني ما أشتغل عندي اليهود ننتقل إلى صحيفة معريف صحيفة معريف أنوانا الرئيسي حولها صفقة الغواصات معارض جديد لصفقة الغواصات لمصر رئيس مجلس الأمن القوم السابق ورئيس المساد الحالي يوسي كوهن هو عارض بيع الغواصات لمصر مصدر أمني سابق ليس صدفة أن نتنياهو لم يشر إلى كوهن بأنه عرف بالسر العميق وحاول منع الصفقة الأجهزة الأمنية أكدت الأسبوع الماضي أن صفقة الغواصات مع مصر تمس بالتفوق الإسرائيلي في المعركة طبعا هذه الادعاة الإسرائيلية دائما أنه لازم يكون هني المتفوقين في السلاح وفي الموادات غانتس يقول نتنياهو قد يعمل على نشوب حرب أهلية في إسرائيل وأكد على أنه إذا انتخب لرئاسة الحكومة سيحدد رئاسة الحكومة لفترتين فقط وليست مفتوحة وطبعا نتنياهو صار أكثر من خمس برات استطلاع في الجامعات في الجامعات الإسرائيلة بين الطلاب نظمته طبعا لجنة الطلاب الجامعيين لو أنه هن الوعدين اللي بصوته لكان نتنياهو انتهى كليا يعني سياسيا حزب كحول لفان يعني برئاسة غانت حصل على 47 مقهد من الطلاب زيهوت هذا حزب فيغلين اللي يشسب صوته اليوم هو يميني بأفكاره لكنه بده شرعنات المخدرات سيحصل على 17 مقهد ميرت 15 مقهد وحزب العام 14 مقهد واللي كود 13 مقهد طبعا هناك يعني أحزاب اليمين 7 مقهد كل حزب والأحزاب العربية لا تعبر نسبة الحسم في الجامعات طبعا الطلاب العرب يمكن أكيد ما بيشاركوا في هذه الاستطلاعات الرأي الجيش ما زال في حالة تأهب قصوى على الحدود مع غزة على الرغم من التوصل إلى اتفاق لكنه امتنع عن الرد بقوة بعد سقوط خمس قذائف في غلاف غزة حماس أيضا تحافظ على ضبط النفس على أمل أن تحصل أو تتواصل بتقديم على نسميها يعني امتيازات أو مطالب حماس بنت هاجم سياسة نتنياو بكل ما يتعلق في غزة وطالب المستشار القضائي للحكومة بأمر نتنياو بعقد الجلسة طارية للمجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينيت لكن المستشار القانوني رفض هذا الطلب وحالة من اليأس في غزة هناك مقابلات مع يعني خبر مش قصير في غزة ويأملون هناك أن تصير حرب نموت أو نعيش مثل باقي البشر هكذا يقولون لصحيفة معريف رئيس البرازيل يحب إسرائيل لكنه لا ينقل الصفارة إلى القدس مظاهرة لمثلي الجنس واليسار في إسرائيل ضد الرئيس البرازيلي الذي قال أنه يفضل أن يموت ابنه في حد الطرق وأن لا يكون مثلي الجنس وكل رفعت شارات بالعبرية وفي الإسبانية أنت شخصية غير مرغوب بك هنا ضد إسرائيل والولايات المتحدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا حل للصراع الإسرائيل الفلسطيني دون تحرير الأرض المحتلة الجامعة العربية في مؤتمرها في التونس ضد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل والملك السعودي قال أنه يرفض أي قرار ضد السيادة السورية على هضبة الجولان وأعرب عن تأييده لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية الرئيس محمود عباس هاجم الولايات المتحدة لأنها تقف دائما إلى جانب إسرائيل وهي وسيط تعمل دائما لصالح إسرائيل فقط نحن نخشى من قيام إسرائيل باتخاذ إجراءات إضافية ضد حقوق شعبنا الفلسطيني والولايات المتحدة التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل عمليا هدمت كليا عملية السلام وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي تقول أن الحل المثالي هو حل الدولتين وأي قرار يمس بذلك هذا لن يكون هناك حل لمشكلة الشرق الأوسط والكاريكاتير في صحيفة هاي صحيفة آردس مش كاريكاتير صحيفة آردس وشكرا لسرحان اللي شرح عن هذا الموضوع وهنا نأتي الآن إلى صحيفة آردس وكما قلت يعني الرئيس تحدث عن خلال شهر أو شهرين ما يحدث في غزة لكن صحيفة آردس عنوانها الرئيسي بعد الانتخابات خطة واسعة لمساعدة أو تأهيل قطاع غزة إسرائيل تدرس خطة اقتصادية بمساعدة أمريكية قد تؤدي إلى الاندماج عن اندماج غزة في صفقة القرن التي يقف وراءها ترامب دراسة إمكانية إدخال مليار ونصف دولار إلى غزة من دول الخليج طبعا هناك فيه تقرير واسع بابادر أطرق له لكن هاي أهم النقاط اللي فيه يعني عمليا حسب ما تقول صحيفة هارس طبعا صحيفة هارس هارس من أكثر الصحف يعني مصداقية هي تعتمد على معلومات كاملة فهذا يؤكد كلام الرئيس يعني أنه غزة ستندمج في على ما يبدو في صفقة القرن القادمة المنظمة اليمينية العادة التي تعمل على تهويد القدس الشرقية تسيطر على غابة السلام تقول من الشيخ جراح في المنطقة هناك وطبعا هي تقوم بالبناء في هذه الغابة بدون الترقيص لكنها تحصل على ترقيص بمساعدة الحكومة الإسرائيلية وتحصل على ملايين الشواقل لمواصلة مشروعها تهويد القدس الشرقية إسرائيل عملت بالصفارة في القدس صفارة البرازيل لكن الرئيس البرازيلي أعلن عن افتتاح مكتب تجاري فقط في القدس بينت للمستشار القانوني للحكومة نتنياهو يخدع وزراء الكابينيت بكل ما يتعلق بالاتفاق مع حماس في غزة عموس قلعاد من كان المستشار الأمن القومي والسياسي في وزارة الأمن السابق يقول أن اتخاذ القرار بكل ما يتعلق ببيع الغواصات الألمانية إلى مصر اتخاذ القرار مخيف ومرعب والكاريكاتير في صحيفة الثارة اليوم نفتالي بينت هناك أبوك أبوكاليبتيا الآن يعني 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 الدمار وأنا غزة طبعا الصواريخ البلونات الطيارات الجيش وهذا نفتالي بينت عمل حال الكاوبوي رائع البقر إيش بحكي وراب فول أنا بحب ريحة النابال النابال معروف الشوء النابال على الصبح يعني بحب إدخال الأموال بهذا الشكل هناك شيء يخطط لغزة طبعا يعني الكتب في صحيفة هارتس اليوم يشير إلى أنه في الطريق غزة في الطريق إلى الاندماج في صفقة القرن صحيح نعم شكرا أبو أحمد شكرا على هذا الشرح وعلى هاي التفاصيل وكيد ألاء مشوارنا الصباح مكمل ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا ومشاهدين موسيقى 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 يسعد صباحكم من جديد مشاهدين العزاء إذن في أولى فقراتنا من مشوارنا الصباح لهذا اليوم نتحدث عن القضية الأهم وهي قضية الأسرى الحركة الأسيرة نتحدث عن ذوي الشهداء وذوي الجرحة وبالأمس كلمة السيد الرئيس أمام القمة العربية يعني تلخصت في ثلاث محاور أساسية الأولى أن طبعا لا تخلي عن المسؤوليات لذوي الشهداء ذوي الأسرى ذوي الجرحة وأيضا الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال مهما كلف ذلك من ثمن سواء للقيادة وسواء أيضا للشعب أيضا القدس ليست للبيع كما حذر سيد الرئيس أمام كل الدول العربية من خطورة المرحلة القادمة التي تستهدف القضية الفلسطينية فلربما هذه هي الاستهداف الأخطر للقضية الفلسطينية منذ سنين طويلة وهي أخطر المراحل التي يمر بها شابا وكل ذلك يعني يأتي ضمن صفقة القرن أيضا التي بدأت يعني منذ مدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لذولة الاحتلال ومؤخرا باختطاع إسرائيل من أموال المقاصة وكذلك قبلها الولايات المتحدة قطعت أموال المساعدات عن الشعب الفلسطيني لكن كل ذلك كما ذكر سيادة الرئيس لن يثنينا عن مواصلة دعم ذوي الأسرة وذوي الشهداء وإن كان ذلك كل ما نملك من موارد مالية على كل حال نرحب بضيفينا من داخل السوديو والدة الشهيد رامي الغزاوي وكذلك الأستاذ عبد الفتاح دولة دولة عضو اللجنة الإدارية لهي أشؤون الأسرة يسعد صباحكم في البداية من صبح عليك أكيد مرامي وصباح لكل أمهات الشهداء أمهات الأسرة أمهات الجرحة وهي قضية لا يمكن تجزيها بكل تأكيد طبعا لما نشوف مثل هذه الكلمة بالأمس للسيد الرئيس أمام القمة العربية أيضا في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية في هذه الأوقات من مخاطر على كل المستويات حقيقة الشعب والقيادة تقف في موقف واحد طبعا دعم للأسرة داخل سجون الاحتلال ذوي الأسرة ذوي الشهداء وذوي الجرحة ولكن نحن بحاجة اليوم لنسمع كلمة أم الشهيد أم الشهيد لما تحس أنه فيه إنسان داعمها في الحياة بتحسش ابنها مستشهد صراحة يعني بتحس كل الشباب الموجدين أولادها في هاي الحالة فبتحسش في الوحدة شايف يعني أم الشهيد عادة إحساسها من جوا فاقدة مزبوط ولا لا بس بنفس الوقت يعني يعني كيف تحكي لك يعني بتعبر عن مشاعرها إنها فيفة بديالها ناس تدافع عن حقوقها تدافع عن الشاب اللي استشهد لها يعني ما بتحس في الخوف صراحة يعني فالرئيس دعمنا يعني من هاي الناحية صراحة نعم أستاذ عبد الفتاح عندما نتحدث عن هذا الدعم الذي يعني تحدث عنه سيادة الرئيس على المستوى المادي وأيضا الدعم المعنوي يعني الالتفاف الالتفاف القيادة والشعب أيضا إلى جانب يعني أهالي الأسرة وذوي الشهداء لأن هذه قضية وطنية وقضية لكل الشعب الفلسطيني كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟ صحيح يعني بداية نحن بنصبح على شعبنا الفلسطيني وعلى كل المشاهدين وعلى أسرانا في سجون الاحتلال في ظل الهجمة اللي بتصدى لها الشعب الفلسطيني وعلى رأسه القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وكان واضح مبارح هذا الموقف ما يتعلق بقضياننا الوطنية في الحقيقة لما يتعلق الموضوع بالابتزاز المالي في قضياننا الوطنية التي تتعلق بثابت من الثوابت الفلسطينية تتعلق بمقدس كما وصفها الرئيس محمود عباس الأسرى الشهداء القدس هذا الموضوع لا يقبل الشعب الفلسطيني الابتزاز المالي فيه ولديه الاستعداد أن يصمد في ظل هذه الهجمة ما يميز الشعب الفلسطيني في هذه المواجهة أن الموقف القيادة الفلسطينية في هذا الموضوع موقف متقدم بالتالي هذا يشكل حالة من الراحة والإطمئنان والثقة لدى شريحتين مهمات في الشعب الفلسطيني هم قدموا قدموا أعمارهم بحكي عن الأسرة في سجون الاحتلال وقدموا أرواحهم بحكي عن الشهداء لما إم الشهيد بتقول بحس اليوم لما بيكون في دعم من الرئيس لما بيكون في دعم من شعبنا أن ابني موجود بعد 25 سنة من استشهاده معنى ذلك كديش أهمية هذا الدعم المعنوي على عوائل الأسرة وعوائل الشهداء وعلى الأسرة أنفسهم لما بيخوضوا هذه المعركة حقيقة هذا الموقف يسجل لقيادتنا الفلسطينية ومطلوب الآن في ظل هذا الظرف الحساس التفاف حقيقي من شعبنا الفلسطيني حول هذا الموقف البرفض الابتزاز شعبنا الفلسطيني لا يقبل الابتزاز بالمال وقابل قضياء الوطنية نعم إمرامي يعني أكيد بتلتقي في أمهات الشهداء أمهات الأسرة الجرحة وأكيد لكم دائما هذا اللقاء اللي بيجمعكم الهم الوطني الواحد الجرح الواحد خلينا نحكي وبتالي كيف تشوفي معنوياتهم اليوم وأيضا إيش رسالتهم للناس اللي اليوم كلياتها بصراحة واقفة في نفس الخندة خلينا نتحدث في الإدا write يعني أنت بتحكي عن أمهات الشهداء وأمهات الأسرة أنا جرّبت الشهيد وجرّبت الأسير أنا كان جوز أسير برضو نعم يعني هاي المرحلتين أنا جرّبتهم يعني إذا ما بتلك حدا يدعمك فيهم ما يعني أنت بتنهار نعم عن جد يعني تنهار صاري يعني إذا ما بتلك حدا يدعمك أو يساندك يعني أنا جرّبت الشكتين يعني برضو الحمد لله يعني تعديناها المرحلة هاي يعني يعني بعد كل هاي السنين على استشهاد رامي اللي هو استشهد في الثلاثة وتسعين وكان عمره ستعشر سنة كيف بتذكريه الآن بعد كل هاي السنوات رامي كأنه مبارح أو اليوم حتى يعني أنا رامي يعني يعني بجزء أنا بخبي الشغلات عن ولادي يعني ما بحبش أفرجهم شو أنا بعمل لرامي يعني عندي خزاني له رامي عندي شنتته عندي كطبه عندي اللي استشهد فيه لوعيه يعني يعني يومي أنا بديش أحكي لك يومي يعني يومين ثلاثة شم ريحته كأنه موجود يعني أنا ما فكت رامي نعم طب أخ عبد الفتاح نتحدث أيضا عن الأسرة حاليا بتعرضوا لأخطر مراحل التنكيل وذروة سياسة التنكيل التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرة تحديدا في سجن النقب نتحدث عن استخدام للرصاص الحي الضرب الغاز تركيب الكاميرات التشويش أيضا على الاتصالات إذن خاصة في سجن النقب خلينا نتحدث أكثر وأيضا نوصل هذه الرسالة بما يتعرض له الأسرة داخل سجون الاحتلال هذا سببه أنه على رأس حكومة الاحتلال اليوم حكومة يمين متطرف كل واحد فيهم بده يسجل لحاله نقاط انتخابية ويحصد أصوات انتخابية ويثبت حضوره من خلال الهجوم على الشعب الفلسطيني واليوم تحديدا على الأسرة داخل سجون الاحتلال وكأنه الموضوع تسجيل نقاط على حساب دم الأسرة وعلى حساب حياة الأسرة وعلى حساب إنجازات الأسرة يعني الهجمة صحيح من أكم من شهر بترأسها ما يسمى وزير الأمن الداخلي أردان هو بنافس اليوم في الانتخابات هذا بحاول يثبت حضوره ووجوده من خلال الهجوم على الأسرة وأخذ قرار أنه يكون على رأس لجنة للانقضاض على منجزات الأسرة والحركة الأسيرة التي تحققت على مدار سنوات طويلة من إضربات مفتوحة عن الطعام من الجوع من الشهداء من العرق وحقيقة يعني نفذ التوصيات وأباشر فيها الأصعب في هذا الموضوع أنه طريقة الهجوم على الأسرة أنه يعني بيستخدموا الأسليب الإجرامية بيستخدموا وحدات القمع بيستخدموا المتسادة بيستخدموا اليمماز بيستخدموا اليممار بيستخدموا اليممام هاي وحدات مجرمة للقمع بتكونوا بتنفذ جرائم بحق الأسرة واستخدموا الأسلحة والرصاص اللي أنت حكيت عنه وزيادة في التبجح هذا أردان أعطى الأوامر بنشر الصور على الملأ هذا استخفاف أولا بالعالم استخفاف بالقانون الدولي وهو بده يوصل رسالة بده شعبه يشوفه مفروض أنه هاي الصورة نستخدمها الآن بطريقة مختلفة مش نخدمه فيها هو بده نقول أنه تطلعوا شو أنا كاعد بسوي ضد الأسرة بدنا نقول للعالم تطلعوا كاعد بدين حاله بالسلوك اللي بيسويه هذا السلوك الجرامية ترتقي إلى جرائم حرب داخل الأسرة فالموضوع أنه هو بده يحقق نتائج لصالحه في الانتخابية اثنين بيحاول هذا المحتل أنه يجرم نضالنا الفلسطيني لما بيسرق أموالنا بحجة أنه إحنا بندفع للأسرة ولعوائلهم عشان نحافظ على حياتهم المعيشية وعلى كرامتهم لما بيسرق هاي الأموال هو بده يجرم نضالنا الفلسطيني ومن هان أجل موقف الصلب من القيادة الفلسطينية أنه هذا الموضوع مقدس ممنوع هذا نضالنا الفلسطيني إحنا بنناده عشان الحرية والعدالة والخلاص من هذا الاحتلال المجرم وبالتالي الآن نطلوب حالة صمود اللي بتمثلها إمرامي اليوم لما بتقول لك بعد 25 سنة لليوم أغراضه عنده بتروح بتفتح خزانة بتطلع عليه إلها 25 سنة صابرة لما بنحكي كاعدين عن صمود الأسرة وبنحكي عن واحد زي كريم يونس له 37 سنة صامد هو وإمه أقل ما يمكن أنه إحنا نسوي كشعب فلسطيني أنه نتحمل شوية ضغط يعني بلا شك نفخر بهذا الصمود ونفخر بهذا التحدي وكل الشكر لو وجودكم معنا في هذا الصباح يسعد صباحكم دائما شكرا اليوم يصادف الأول من نيسان والمعروف بكذبة نيسان وكنا نتحدث عن ممارسات يمارسها الاحتلال بحق الأسرة مخالفة لكل القوانين لكل الشرعيات الدولية هذا ليس كذبة ولكن في الأول من نيسان عادة ما يصادف كذبة نيسان وبالتالي نحن سنتحدث عن هذا الموضوع أيضا في هذا الصباح وممكن لكل من يتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك وإنستجرام أن يتفاعل مع سؤالنا كذبة نيسان هل تعد مزحة أو استمرار للكذب أيضا سنتحدث عن الكذب في زمن التكنولوجيا ولكن بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا قبل الفاصل عرضنا السؤال المتعلق باليوم اللي هو الأول من نيسان وكذبة نيسان هل كذبة نيسان تعد مزحة أم استمرار في الكذب الحقيقة نتمنى طبعا أنه يتفاعلوا معنا يعني كل المتابعين لصفحاتنا ومواقعنا أو بعنويننا على مواقع التواصل الاجتماعي بانتظار تعليقاتكم ومشاركاتكم أكيد اللي رح نعرضها على ضيفتنا للحديث عن الكذب في زمن التكنولوجيا لحقيقة كثير من الناس اللي بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن كيف أنه ممكن الحياة تكون مسرحية أو كذبة وغير ذلك خلينا نرحب بضيفتنا من داخل الاستوديو الأخصائي الاجتماعي السيدة ماجدة أبو غوش يسعد صباحك أهلين صباح النور يعطيكم العافية الله يعافيكي نورتي كيف أصبحت في الأول من نيسان أنا لا محدا بيكذب محدا كذب عليك لا طبعا قبل ما نبلش في هاي الفقرة خلينا نروح ننتقل لاستوديوهاتنا إلى غزة وهناك رح نتحدث عنه هذه كذبة نيسان لمخرجنا يوسف مروان اللي بحكي لي فيش غزة أوكي صباح الخير لا يوسف مروان بمزح بمزح هذا السؤال للمزح ما قتل هذا السؤال اللي احنا وجهنا طبعا لكل متابعين على صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هل هي مزحة أم استمرار في الكذب لو بدنا نعرفها شوف هي إذا المزحة دائما إنه دائما خفيف الدم يعني تبهج الواحد تخفف عن ضيق اللي بيعيش فيه اللي اكبال أو هو نفسه حتى بس يوم تكون مزحة عن طريق كذب يعني وتستمر هاي هاي بتصير عادة سيئة بتضر نفسه الفرد نفسه لأنه خاصة إذا بدأت زي ما حكيان مراحل صغيرة فكرها لعبة خاصة إذا الأهل بيكون يتضحكوا إنه ابنهم يعني خفيف دم بيسوي أفلام وبيسوي نكت هذا إذا بنا نخذها من ناحية مزحة إنه بيكذب عن طريق مزحة لسه كيف لو إنه بيكذب بيصير فن عنده فن وبتصير من شخصيته ومن حياته لاحقاً اللي بتأذي طبعاً وبتأذي الناس اللي حواليه وكمان بتأثر على مصداقيته مع الناس ومع مجتمعه صحيح يعني من باب التغيير ممكن الواحد يكون صادق في الأول من نيسان ولأنه كل الأيام البائية ممكن مليئة بالكذب يعني للأسف خلينا نحكي شوية عشان موضوع الفقرة هاي أو المحطة الحديث عن الكذب في زمن التكنولوجيا بمعنى أنه في العالم الافتراضي هو من اسمه افتراضي يعني في كتير من الأشياء غير حقيقية بزرع مصطنعة في كتير من الكذب الحقيقة يعني بشكل أو بآخر هل ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي أو هذه التقنيات الحديثة بأنه الناس ما تكون حقيقية بهذا المعنى هي بتكون مظبوط مش حقيقية برجع للإنسان نفسه زي ما حكينا هو شو غايته شو هدفه كيف مخطط حياته فهلأ إذا هو بس تابع وتواصل مع وسائل التكنولوجية والدعايات التكنولوجية والأخبار اللي بتيجي من وسائل التواصل الاجتماعي أو من التبث ولا يتحقق فيها فهون بدخل في دوامة هون بيبين يعرف هو شو اللي بدوه شو المزبوط ومش المزبوط وطبيعة علاقاته حتى مع الناس اللي حوالي من ناحية إنسانية وطبيعة علاقاته وطريقة استخدامه وإذا حاطت خطة لإله كيفية استخدام هاي الوسائل ويعرف عنها يتعمق فيها يسأل يبحث يسوي دراسة ويسوي نتائج إنه في مثلا إنه هاي الوسيلة هاي أو الويب سايت هذا مثلا اللي هو بدخل عليه أو اللي بيسمحها أو اللي بيعرفها شو نسبة المصداقية منها قديش من خلال تجارب اللي دقاتها هو عفوا أنا كان يعني كنت أقصد أكتر إنه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي قديش هي بتكون غير صادقة بمعنى بتكون مدعية هروب مصرّة إنتي مصرّة إنه آه مصرّة هلا ممكن كتير من الناس اللي ما بتكون حقيقية على هذه المواقع إنه بتدعي إنها مثلا في أماكن مختلفة بتدعي إنه هي حياتها سعيدة بتدعي إنه هي إيجابية لكن في الله لم تشوف لكن في الواقع هي ما بتكون هيك خاصة ما بنكون إحنا بنلتقي به هؤلاء الناس اليوم كتير من نشوفهم مثاليين على هاي المواقع بينما في الحقيقة هم غير ذلك هل هذا بينهم أو مؤشر على مشاكل معينة في مؤشر نسبي ألا بيكون مؤشر نسبي حسب الشخص نفسه وشو طبيعة الكتابة اللي بكتبها وبنزلها وإذا إحنا بنعرف خاصة إذا أنت بتعرفي مثلا عن هالدول الأشخاص ربهم هم هالدول مش هيك يعني حتى يوم يعني أصلا ما فيش إلا تواصل وعلاقات مع الناس اللي حواليها فدائما بنحكي إحنا أهم إشي وسائل التواصل الاجتماعي فيه سلب وفيه إيجابي هلأ الإيجابية أول إشي بدها تكون من ناحية علاقات إنسانية مباشرة يعني الشخص مثلا في أسرته داخل أسرته داخل إصحابه طبيعة العلاقة تواصلوا معهم المشاعر أنه يتلمسها مش بس أنه ينغلق ويعكس كل إشي ويصير زي ما حكيتي مفتي مشرع بصير أديب بصير كاتب من خلال وسائل التواصل تقول هي هاي ولا مش هي هو هذا ولا مش هو بصير مثلا أو ممكن بيأخذوا هالمقتطفات من أشخاص آخرين بنزلوا هالحكم بتقول هدول شعرة وأدباء في نفس الوقت وهم للأسف مرة بيكونوا بيهربوا يعني أنا ما بعمم بس فيه نصفة كبيرة يعني إحزاء بتزب إذا اتطلعنا وقارننا بصير بيكون عندهم هروب مش كادرين يبنوا أو هاي طبيعة العلاقة الاجتماعية ما بين الناس عائلتهم أولا وناس كمان اللي في مجتمعهم هلأ إحنا طبيعة علاقتنا المجتمعية عادة اللي هي دعم ذاتي أنت من خلال الأعمال اللي بتقوم فيها من خلال واجباتك والتجاه نفسك والتجاه الآخرين طبيعة العلاقة الإنسانية احتياج الإنسان للآخر وكيفية دعمه هلأ بتيجي أول شي مباشر بعدين ممكن أنت من خلال التواصل الاجتماعي كيف تفرغيها والطريقة اللي أنت بتشوفيها مناسبة فهون بصير الخلل مرات إنه مش فش عنده هالإمكانية إنه يتواصل مع ذاته حتى مرات ومالناس الحواليه وهو ممكن أن يكون فيه كتير منها كذب زي إذا بدنا نتوجه إلى مسألة كذب نيسان ولا الكذب هو كذب بصير بده كيف أنه يتفاخر في شغلات وهو أنه هي هاي الصفة موجودة فيه أو حتى بعملها مرات يعني بتستغربي بتقول لبه فأنه هالة معايش يعني لسه الناس طيبة مرات منحكيها لسه فلان ما ماتش ولا كنا طيبين وعارفين إنه هذا شوه الإنسان أو شوه هذا طبيعة مثلا هاي التصرفات اللي بقومها هلأ بصير إنه الإنسان إذا أنت معنية فيه إنك تحكي معه إنه صير نقاش مثلا إنه ليش كتبت هيك مثلا أو تواجهي طيب من وين جبتوا هالة الخراف على أي اساس ما أنت بتتصرف هيك يعني أنا فيها شوية مرات هاي الشغلة فأنت إذا معنية فيه مثلا إنه طريقة المواجهة بتكون بإيجابية أولا إنه مش بطريقة عدائية على أساس إذا أنا معني إنه أبني شغلة إيجابية موجودة فيه أو ساعد ويرجع للمجموعة اللي هو عايش فيها سواء من خلال أسرته أو من خلال عمال من خلال مثلا أصدقاء فهون دوري أنا إذا إيجابي أو بيكون إذا سلبي وهيك هيك يعني إنه الناس تضحك عليها بعض الوقت وليس طول الوقت بتصير هي للأسف من شخصيته إذا إحنا ما ساعدنا طبعا إحنا كان فيه سؤال عبر صفحتنا على موقع فيسبوك لبرنامج فلسطين هذا الصباح سألناهم لكل متابعينا طبعا هل الكذب في الأول من نيسان يعد مزحة ثقيلة أم هو استمرار للكذب خلينا نشوف نسبة بعض التعليقات حنان بتحكي هي مزحة ثقيلة ولكن عواقبها وخيمة أناس متشائم شوي فبيحكي مستنين إبريل عشان يكذبوا هم أسازا حياتهم كلها كذب كمان لمنوخة تعليق آخر اللي هو لروان روان تحكي على الاستمرار هو استمرار في الكذب وقلة عقل هو استمرار شوف محمد زمان إنه ليش صارت كتير تخيف كذبة نسان والناس بدوا شوي بعد عنها زي ما حكينا بدوا يكذبوا بطرق تانية تكنولوجية اللي هي بدت مرات إن مزحة تكيلة تأدي إلى وفاة مرات إذا خاصة جلطات وهيك إشي وفاة ومشاكل صعبة جدا فهون صار إنه عواقب قبل ما ننهي ست ماجدة نتحدث عن تأثير الكذب السلبي سواء في الأول من نسان اللي ممكن صار مفهوم ضمنيا يعني لكل الناس ومستوعب ولكن في الأيام العادية هاي المشكلة تأثيره سلبا على أطفال على الناس على الشواب على حياتنا علاقاتنا مع بعض هاي حلو الشغلة أول شيء على نفسه الواحد كذب هي إذا خاصة صارت سبر في حياته زي باب نحكي ونهج في حياته فهلأ هو أول شيء بيبطل هو حتى يصدق الآخرين وهلأ بتصير سيمة فيه اللي حوالي إنه بيكشفه مرة بتزبط ثاني مرة ما بتزبط بنكشف بيبطل فيه مصداقية بيصيروا الناس حتى تبعد عنه حتى لو ممكن إيجاهم في يوم في شغلة إيجابية وشغلة ممكن إنها تكون منفع على إله ومنفع على الحال فيش مصداقية فبتصفي سيمة من سيمات شخصيته وللأسف بيخسر ذاته وبيخسر الناس الحوالي إلا إذا فيه ناس مكيفة على هالطريقة هاي هم حابين ممكن إنه يسوي هاي الشغلة مش قادرين يعملوها وهون وسيلة للأسف يعني نعم فهي بتصفي سيمة في الشخص وبتصير يا إما إنه بتأدي إلى إنه انعزاله عن ذاته وعن مجتمعه للأسف وبتصفي سيمة مش كتير والصدق دائما بعطل الواحد الهدوء والوضوح وقرب الناس لإله حتى والثقة بلا شك أنه يدل على الثقة بالنفس لا يمال منك أبدا سيسنا جدا شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح أهلا وسلم يعطيكم العاشر يا ربي أنا طبعا بضم صوتي لصوتك وخلينا مع بعض نروح لغزة نتعرف على مبادرة فيا صوت مع الزميلة سلولة ياسين خير لكل الزملاء في استوديوهات رمالة صباح الخير لكم مشاهدين الكرام موضوع فقرتنا الصباحية عن فنان شاب استطاع بعد معاناة دام الثمن سنوات العودة للغناء من جديد وبصوت قوي ورخيم من خلال إنتاج أغنية فيا صوت واللي حملت في مضمونها المشاكل اللي بتواجه شباب قطاع غزة ومعاناتهم مع واقعهم المرير تفاصيل أكتر رح نعرفها مع ضيفنا في فقرتنا الصباحية الفنان رزق جوجو يسعد صباحك أهلا وسينا فيك سيد صباحي طبعاً احنا حبين نعرف عن أغنية فيا صوت شو قصتها فيا صوت عبارة عن أنتجت من خلال مبادرة شبابية لقروب جيش السوشال ميديا مجموعة شباب وبالمشاركة مع مؤسسة الثقافة والفكرة الحر وبإنتاج فني من شركة مشارك جميل لتجهزة والإنتاج طب ليش فيا صوت فيا صوت هي ك ترجمة نانسي قنقر